أحلى راديو تحياتي مرحبا مرحبا نهاركم في الناس كلها أهلا وسهلا بكم في رنديو جديد من بتوقيت غرينيتش حلقة الخميس 9 مارس 2023 توا الستة ودقيقتين بتوقيت تونس الخمسة ودقيقتين بتوقيت غرينيتش مرحبا بكم كان ما زلتوا كيف قمتوا من النوم كان ما زلتوا في الفرش من مو كمشوا من أجمين تقوموا من النوم كان بش نخجوا تاول الخدمة داني ما زلت باردة شوية من بعد بش مايش تبقى بهتا بش توسخوندوك ونعرفش شنو تلبسونتوكا هذا تقس اللاخر اللي يقول عليها إيمارة بخليف التقس متاع أول الخريف ردوا بالكم على رويحكم في كل الحالات وربي يعينكم وربي معاكم وربي يرزقكم من حيث لا تعلمون في هالنهار الباهدوك نرجع نقول اليوم الخميس 9 مارس 2023 النهار بش نبدأ وهكي لعادة بسوعة من زمان نحكيوا فيها على الأخبار العالمية اليوم تغيب علينا فرح بش نحكيوا كورة البارح رابط الأبطال الأوروبية البير انتعدت الميل انتعدت لأول مرة منذ سنوات الدور الربعنية والاتحاد المونستيري زادت عدا في كأس الكاف انتصار جديد على تي بي مازنبيب مش نحكيوا على البوليميك اللي سايرة حول كريستيانو رونالدو بوليميكو بوزو ممتان في السعودية اليوم الكلاسيكو السعودي ما بين الاتحاد والنصر وديجا وجود كريستيانو رونالدو عام المشكلة في الكلاسيكو وديت ونعرف عليش بعد دقائق في أخبارنا بش نحكيوا على نتائج الكرة العالمية كيما قلنا بش نحكيوا على جدل حول العمل النقابي في الجزائر بش نحكيوا على مسجدات الحرب الروسية الأوكرانية البارح تكلمنا على باخموت في الأصباح وصراع على باخموت في بتوقيت جرنيتش تقريبا في الظاهرة بعدنا بشوية خرج زيلنسكي وكانو كان يسمع فينا وتكلم هو زادة على معركة باخموت وهو تكلم بلهجة غريبة شوية على خطاباته اللي جيت في الفترة الأخيرة مستنسيم بها قوي مستنسيم بها يحكي كان على الانكسار يحكي بلغة المقاوم المنتصر البارح تكلم وكأنو اعترف بأنو روسيا ستنتصر في معركة باخموت ويمكن حتى في معارك أخرين مش نسمعوه زيلنسكي شنو قال أوكرانيا وملف نوردستريم تفكروه مليح لحكاية كيفاش تم تفجير ثلاثة أماكن ثلاثة مواقع من أنابيب غاز من خط أنابيب نوردستريم في بحر البلتيق وكيفاش العالم الكل اتهم روسيا الأنبيب روسيا أما العالم الكل تهم روسيا بأنها فجرت الأنبيب هذه لتتسبب في إشكال دولي ولتسبب ممكن في كارثة حتى إنسانية وتم اتيهام بوتين وقتها أنه مجرم حرب من الأخطر في التاريخ روسيا دائما ما أنكرت وبالعكس قالت ربما انتوما اللي خربتوا لي الأنبيب اللي هو ممتاعي وندخل منهم الفلوس التحقيقات متواصلة من وقتها مفهمة حتى دليل على حد أحد لين جي أرتي كلمتا عن نيويورك تايمز على إثر معلومات استخباراتي من مخابرات أوروبية ومخابرات أمريكانية اليوم بش نحكيه على المخابرات الأمريكانية شنو وقالت انتوكا شنو وخرجونا في الأعلى الطرفة الصغيرة اللي خرجوها هنا في الأعلى ما نجموش يخرجونا كل شيء وبش نحكيه وزيدة على تحقيق عملته جريدة ألمانية يحكيه على تفاصيل مهمة جدا في الملف هذيه الهجرة وحكيت الهجرة وتونس اللي اتهمت في برشا بلاتويت في العالم بالعنصرية ليش على خاطر يقال ولقي لأنه وفم خطاب سياسي مناهض للمهاجرين وفم إجراءات مناهضة للمهاجرين على إثر هذيك البنك العالمي يعمل نوعا ما من قرصة لوذن التونس احنا الموضوع ما حكيناش فيه لأنه هو شأن وطني والأولاد يحكيه في الشؤون الوطنية احنا نحكيه في الأخبار العالم ما يرحش نحكيه في الموضوع هذيه من الجانب البريطاني شنو معناه؟ تونس رئيس عملها كربعة ديكلاراسيان خاصة الدنيا لكله البنك العالمي يهدد فيه نوعا شوفوا بريطانيا شنو عاملة مع المهاجرين وطالبي اللوجوه وباش نشوفوا اسك كي يصير تعصف في بلدين اخرى تصير نفس الرياكسيان جوشتما اللي صارت على تونس وقاله لاني قاعد نبرر في هذا لاني قاعد نبرر في هذا ومش نعملو فقط مقارنة باش نحكيه كذلك طبعا على كيما قلنا مسجدات الحرب في روسيا وباش نحكيه على اسمعوا مليح هنا مش نرجع بكم للأجوام متاع المحاكمة متاع الزعيم صدام احسين الله يرحمه وقاضي التحقيق القاضي اللي حقق معاه في المباشر واللي نعرفوه الكلتا تعقلوه بالوجه كتشوفوا تصويرته بعد شوية على الباج فيسبوك راديو اي افام وشين يوتوب اي افام تيفي القاضي هذه اسمعوا مليح يمهلوا ليهمل تم تم اثبات تورتوا في قضية الفساد الاكبر في تاريخ العراق قونتوك برش اخبار تستنفين من توحة للسبعة متاع صباح مرحبا بكم من جديد معنا هذه بتوقيت اجرينيتش توالستة وثمانية دقائق حلقة الخميش 9 مارس 2023 ربي يفتحها في وجوهكم ربي يرزقكم من حيث اللي تعلمون ربي يعاونكم انكم تسعى وبش يرزقكم بالباهي وان شاء الله ربي يبعد عليكم العبيد الخايبة وان شاء الله ربي يبعد عليكم المشاكل مهما يكون حتى كان جاءت المشاكل تفكروا ديما انه ربي يقول ان مع العسري يسرع مرحبا بكم من جديد ستة وعشرين دقيقة بتوقيت تونس خمسة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش حلقة الخميش 9 مارس 2023 تقس الخميش بش يكون مغيم جزتيا باغلب الجهات في محليا كثيف السحب في الليل بالشمال مع امتار ضعيفة الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 الى 40 كم في الساعة قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كم في الساعة ببقية الجهات البحار مضطرب بالشمال وقليل افتراب بالسواحل ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع تفيف باش تتراوح القصوة ما بين 23 و 29 درجة داك دنيا سخونة شوية مفهمة ريح منعرفوش منعرفش ما تلبسو في السيلكونسطنس هادي وان شاء الله نهاركم مبروك ما زالوا مبعضنا حتى للسبعة متع صباح نحكيو على الاخبار العالمية مرحب بيكم كانت تسمعوا فينا في كلهابكم بعد شوية اشتركوا لكم على جديد معناها براءة اختراع جديدة من ماركة امريكانية شهيرة امتاع كراهب نجم تفوق الكراهب تكتو سامبلو مواما هو قبل باش نحكيو على النتائج امتاع الكورة العالمية باش نبديو بافريقيا البارح نجمو قولو مش نجمو قولو قولو مبروك بالفهم والملاي قولو مبروك الاتحاد المنستيري بعد انتصارو الثاني على التوالي على حساب اتابي مازنبي البارح بوباكار تراوري افتتاح انتيجة في مرعب رادس في الدقيقة الثالثة ومستير نجمة تتحافظ على التقدم هذه حتى لنأعلن الحكم على نهاية المباراة ثلاثة نقاط ثمينة جدا ثلاثة نقاط تعني الترشح للدور الثاني في الكأس الكاف مستير متصدر المجموعة متاحة بعشرة نقاط قدام يونج افريكنز بسبعة نقاط مازنبي ثلاثة نقاط وريال باماكو بنقطين مبروك مرة اخرى للاتحاد الرياضي المنستيري بشيو الأوروبة البارح تزوز مقابلات اخرين في الدور الثمن النهائي لربط ابطال الأوروبية مقابلات العودة باي جي بلتو بايرن باي جي البايرن كانت ربحة واحدة بلايش في البرك دي برنس تلاثة سبيع ديلي وزادت ربحة البايرح في الاليانز رينا اثنين بلايش ضد الباي جي بورتان الحقيقة شوفنا ماتش مزيين ماتش مزيين من الجهتين الباي جي جيت هالفورس باش تفتتح النتيجة في الشوط الأول البايرن يزان ريزيستي يزان ريزيستي يزان ريزيستي وكي تخلنا للشوط الثاني يكفي كفيت غلطة صغيرة من فيراتي باش تتوفى باش البايرن تنجم تقتل المباراة دوك شوفو مواتينك في دقيقة واحدة وستين مركة الهدف الأول اثر خطأ من فيراتي فاكل الكورة كيميتش ومررها شوفو مواتينك افتتح النتيجة وفي الاخر باي جي نزلت هابتت القديم لكلها فاتمكن سيرج جنابري من تجيل الهدف الثاني في دقيقة تسعة وثمانين دوك ربيان تترشح للدور الربع النهائي والباريسان جرمان تدخل في الكريز انويل الكريز متاع كل عام بعد الخروج من الدور الثمن النهائي والدور الربع النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية المقابلة الأخرى جمعت توتنهام بالميلن مقابلة تكتيكية بيأتم معنى الكلمة الميلن جاء الميلن وتوتنهام تلعب على الميلن انتونيو كونت يريني في توتنهام ويلعب الكاتيناتشو حتى أكثر من الكيبيت الاطاليانية بيدها شوفنا مباراة دفاعية بامتياز مباراة تكتيكية بامتياز والنتيجة لوجي كانت سفر سفر بورتان الزوز في رق جيتهم الفرص بش يفتتحوا النتيجة الميلن يتعدى إلى الدور الربع النهائي منذ عشر سنوات سبع سنوات سبع سنوات تقريبا نتو بش لا تعطيكم أكثر تفاصيل ولا نتو نثبت فيها المعلومة قديش عندها الميلن ما ترشهدش إلى الدور الربع النهائي أنتو كان عندها برشا وفرحوا برشا لجماهير الروسونيري البارح بتآهل فريقهم إلى الدور الربع النهائي حتى التوى عنا أربع متآهلين وما بين فيك البرتغالي تشيلسي الانجليزي بيرن مينيخ الألماني وأي سي ميلن الإيطالي اليوم مازلت مباراة في المباريات في الأوروباليك قبل ما نقول لكم على المباريات اللي مازلت في التشامبيونز ليك هنحكيه على اللي بش يصير اليوم دوك لايس روما تستقبل اليوم ثمن نهائي ها جيتني المعلومة دي جا بتاع الميلن عندها حداش نسنة من عند أحمد إسكندراني صديقنا وعثلنا على الفيسبوك الميلن عندها حداش نسنة ما تأهلتش إلى الدور الربع نهائي دوك فرحة كبيرة يسر كيما قلت لجماهير النادي بي نواصلو سيدي مع الكورة الأوروبية لا يسرون ريالسوسيداد اليوم بير ليفركوزن خلنا نركز ذي بش ما نتعدش في الزابينج في رينك فاروس في رينك فاروس اسمو الفريق سبورتينج لسبون أرسنال يونيون برلين فريق عيسى العيدوني استقبلوا اليونيون البجيكي أبسي سيفي في نيرباتيا تركي اليوفي جوفنتس تستقبل فريبورغ الألماني شاختار دونيتسك تستقبل فينيرد الهولندي ومنشستر يونيتد في مباراة يعاد الاعتبار ما نعرفش كان مش يعاد الاعتبار بعد السابعة بليش الحقيقة الصفعة كبيرة يسر ما هيش متاع تربح مباراة ضد ريال بيتيس أما كوميم لازمها تتعدى من مرحلة ذي قطر كان تخسره ولا تتعادل اليوم منشستر تدخل في كريز غارقة ياسر عميقة جدا تنجم ما تقومش منها بعد الخسارة التاريخية سابعة بليش ضد ليفربول جمعة جيه بشنا رجعوا للشامبيونز ليج أربع متراشحين مازالوا أربع أخرين جمعة جيه افسي بورتو يستقبل منشستر سيتي يستقبل الاربي ليبزيك ونهار الربعة نابوليين تراخت والريال مادريد ليفربول ليفربول بعد ما خسرت خمسة ثنين هل تنجم ترجع في السانتياغو بيرنابي وإلا الريال سيمر كل عادة إلى الدور الربع النهائية قد لكم أعرضني أخبار ماذا نحكي لكم علي على سنة نقعد مع الكورة بربي سمحوني جان بروفيز واحد يراسي يراسكم اليوم مستمعين لذلك نعديه لبعادنا نرجع للكورة فقط اليوم التي حاد والناصر يلعبه في الكلاسيكو السعودي كلاسيكو السعودي اللي سبحان الله هو مطابع من العالم الكل ليش؟ على خاطر تواجد كريستيانو رونالدو يعمل بوليميك على خاطر اللي بيش يحكم المباراة هو أربيتر إسباني اسمه طيو الأروز وفي السعودية أكثر تصور منتشرة تواهي تصور كريستيانو رونالدو هو يسلم على الأربيتر هدايا هو يحكي معاها وجوا ذلك جماهير الاتحاد قال لك ما يجيش لهم أصحاب كيفيش يجيبه حكم يعرف مليح كريستيانو رونالدو بيش يحاكم الكلاسيكو وهدايا ماشي فيه ثنية أنه نكبر النصر السعودي ونعطيوه الألقاب الممكنة لكل عليش على خاطر معه كريستيانو رونالدو سامحنا سيد المخرجينجو المرة أخرى بيه نجيو للأخبار اللي قلنا عليه متاع الكراهب ومرحبا بيكم كتسمعوا فينا في الثنية كسو سواء تخدموا في الكئيس ولا ماشيين للخدمة متاعكم على بكري بوريفيتي لزنبوتياش ماركة متاع كراهب كبيرة يسر أمريكانية ما نشو سميها معنا يزن ديبوزي عن بروفيد انفنسيان فيسا فيسا نقول لكم عني الأخبار براءة اختراع ما هو الاختراع هذا كراهب جديد كلهم كونكتين كلهم إلكتروني كلهم كونكتين بالانترنت لذلك نعملوا حاجة نجم تتحكم في الكرهبة متاعك موش انتي كمستخدم البنوك مثلا أنا ماخو كرهبة بقرض من عند بانكة معينة فما اختراع هذا نركب لكم مكينة في الكرهبة نتحكمه في الأولى ما هو نهار تقلي مثلا ما تخلصش القرض متاعك البنكة تنجم لك الكرهبة معناها شارك كرهبة بفلوسك وقد تخلص فيها ما خلطش بيش تخلص في الوقت ينجموهما من البنكة يقولوا الكرهبة متاعك ما تخدموش اليوم سي او سي سمبل كسا معناها بهاتي هي البساطة ينجموا لك ال الوفيرتور ديستانس معناها تنزل تحب تحل الكرهبة ما تتحلش وفما ما اخطر من هذا فما الكرهب الوطنوم اليوم اللي يسقروا واحدهم ينجموا كرموا يطلبوا من الكرهبة انها تخرج من الباركينج ولا من الجاراج ولا من اليهواء ولا من الحومة وتمشي الفوريير ولا تمشي للمقر متاع البنكة أو غيره معناها واحد مشيحوط مكينة في الكرهبتو تتحكمنه في كرهبتو عادوا تساوروها ليماش شاري كرهبة بفلوسك تدفع في قرض تعسرت كما يقول عاد الإمام فيه يدفع ليش ينصم متاع القرض متاعك البنكة تنجم تردها ما تسمعش كلامك تو سامبل ما عندك رهبة وما تنجمش تسوقها اي اف ام اكس بريس الموزيكة ومواصلين في بتوقيت غرينيتش ابقوا معنا بش نرجع ونحكيه على نورد ستريم وتفجيرات نورد ستريم وحقائق تكشف اليوم المرة منذ شهر سبتمبر حقائق صادمة شوية يبدو أن الأوكرانيين هم اللي قاموا بتفجير نورد ستريم جديد ستة وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت تونس الخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت غرينيتش مع بعضنا حتى للسبعة متاع أصباح مرحبا بيكم كي ما زلدوا كيف التحقتوا بينا هذه ساعة الأخبار العالمية اللي تسمعها كل يوم على اي اف ايم اثنين للجمعة من ستة للسبعة بش نبدي وبقصة بعنوان يمهل ولا يهمل بش تسمعوا مليح معنا الليكستري هذي اللي بش تتعرفوا فيه على شكون بش نحكي الاكستري على الشخصية مش نحكي عليها هيا تفهموني علش نعديلكم الاكستري جوست هنا نرفريش اسمم متاع متاع الميموار اسمعوا مليحور ركزوا الصوت مع هوش طيرة برشة دفطل الان الكويت توم السابعة مهد أسر هني أصد هسير هل سنتجراني قانوني القانون يحاكم صدام حسين لأن الكويتيين قالوا أن العراقية راح نخليها بعشر تنانير تنزل إلى الشارع ونزل بشرف العراقي دافع للعراب وحي الحقوق التاريخية تسجاه دون الكلاب لا تتشجم على أي شخص اللي بشوفوا تصويرتو توا على الباش فيسبوك راديو ايفام وعلى الشين يوتوب ايفام تي بي ركزوا مع بعضنا مليح بش نفهموه عليش نحكيو عليه السيدة أسبوع التالي تكلمنا هنا في بتوقيت جرينيتش على حكاية سرقة القرن في العراق وين تم سرقة 2.5 مليار دولار وتهريبهم من أموال الذراء بمتاع الشعب العراقي نحكيو على 2.5 مليار دولار برشة فلوس القرض اللي عنا عام ناكلوا في بعضنا عليه في وسائل الإعلام في تونس اللي طالبتوا تونس من صندوق النقد الدولي مثلا 1.9 مليار دولار معناها بش تفهموا أهمية المبلغ اللي قاعدين نتكلموا عليه عليش قلتلكم يمهل ولا يهمل على خطر عام كرائد جوحي هذي تم اكتشاف تورته في القضية هذية اللي هزت العراق نحكيو على واحدة من أكبر قضايا الاختلاس المالي في تاريخ البشرية مشكن تاريخ العراق السلطات العراقية أمرت بالقبض على جوحي وعلى مسؤولين أخرين والحجر على أموالهم ومنعهم من السفر التهمة هي تسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات الضربية خلال توليهم مناصب عليا في حكومة مصطفى الكاظمي جوحي طبعا كان مدير مكتب الكاظمي عام ناول الوثيقة قضائية تم تدولها في مواقع اخبار عراقية وراد تواطئ جوحي في تهريب زيت وقود والتلاعب في ملف استثمار بغداد وحتى تعيين شخصيات مقربة منه في مناصب حكومية باش يسهلوا لواء نسقولوا مهمات معينة متع تحيل رائد جوحي الحامل للجنسية الأمريكية واللي تولى برشا مناصب حكومية طبعا ولوجيك ربما كمكافأة من النظام الأمريكي لدور للدور اللي لعبوا في المحاكمة متاع صدام أحسين دار الزمان دار الزمان وبيناء اللي هو فاسد وبالبروفة شبشيوا للجزائر الجارة مشروع قانون ممارسة الحق النقابي موضوع سجال سياسي دام لساعات متواصلة داخل قبة البرلمان الجزائري نقاش احتد ووقفة في جورته الجلسة بين رافض ومؤيد علش القانون فيه تحديثات تفصل ما بين العمل النقابي والسياسي وتحجم عمل النقابات وحسب المعارضين للقانون يقيدها ويضيق حتى على حقوق عديدة منها حق الإضراب في حدته 30 نقابة في الجزائر الكل هم رفضوا القانون الجديد وأكدوا أن التراجع عن المكتسبات الحقوقية اللي عمرها أكثر من 30 سنة حاجة مرفوضة جملة وتفصيلا وقالوا بصوت واحد أنهم بشي واصلوا النظال للمحافظة على المكتسبات النقابية القانون بعد الجدل الكبير هذي تعدى كمين بالأغلبية الحاكمة في البرلمان وفي اليومات القادمة أو في الفترة الجاية بش يتعدى قانون جديد قانون آخر اسمه قانون الإضراب يمنع الإضرابات في وضعيات عديدة على كل السجال بش يتساعد وإلا بش يلقاه مفاهمة بين سلطة ونقابات هل القانون هذي تقاكر رجوع إلى الوراء في حق الممارسة النقابية وحق العمال وحتى فيما يخص الحريات السجال سيتواصلوا ليمات الجاية بش تقول لنا هل بش يتفهموا ولا بش يصير التصعيد البرح أحكينا في حديثنا على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وحكينا تكلمنا على التصعيد في معركة باخموت وتكلمنا خاصة على الأهمية منطقة باخموت في الحرب على المستوى الاستراتيجي وقلنا أنه إذا تمكن الروس من الانتصار في المعركة هذية فأنهم بش يسيطروا على مقاطعة دونييتسكي لكلها ومنها على مناطق أخرين زيلنسكي تكلم البرح يستمعوا في الموضوع وحنا هاو بش نسمعوكم شنو أقال ندرك أن الروس يمكن أن يذهبوا أبعد من باخموت يمكن أن يذهبوا إلى كراماتورسك أو سلوفيانسك سقوط باخموت سيفتح الطريقة أمامهم إلى بلدات أخرى في أوكرانيا باتجاه دونييتسك نفهم ما تريد روسيا تحقيقه في باخموت إنها بحاجة إلى انتصار ما حتى لو كان صغيرا وإنتما بتدمير كل شيء في باخموت وقتل كل مدني هناك الكلمة كنت أسمع فيها غريبة شوي عليش غريبة؟ زيلنسكي اللي في العادة يتكلم بمنطقة المنتصر والمقاوم وكأنه استبق المرة هذية انتصار روسيا في معركة باخموت قاعد يتكلم بلهجة أنه سننتصر وسنقاوم ولن ننسحب من باخموت عليش عملهاك؟ زعم فقط أحكاء حقيقة موضوعية معناها فهم أنه الانتصار الروسي في المعركة الحاسمة هذية لا هروبة منه وإلا تكلمها كي يحاول يخوف حلفاء بولئة المتحدة الأمريكية دول الأتحاد الأوروبي ودول حلف الشمال الأطلسي دول الناتو يخوف فيهم ونقولوا ونحن من انتصار روسيا في معركة باخموت وانتصارات قادمة على إثر الانتصار في معركة باخموت خطرنا عاود نفكر المنطقة مهمة جدا استراتيجية للغاية وسيطرة الروس عليها ستكون انتلاقة لسيطرة على برشة مناطق أخرين دونك ربما زيلنسكي تكلم هكا وحكي على هزيمة مرتقبة في المعركة هذية باش يخوف الحلفاء بتاعه باش ينجم يطلب منهم أكثر سلاح في الليامات الجاية ما نعرفوش عليش تكلم هكا المستقبل قريب جدا طبيعتنا الإجابة احنا بش نرجع بعد شوية نحكيه على الملف الروسي الأوكراني بش نرجع بكم السبتمبر وانفجارات خط أنبيب نورد ستريم في بحر البلطيق اللي صرت عليها بوليميك كبيرة ياسر 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 اما بعد الفاصل نحكيه في التفاصيل كل الناس سمعوا فيه كلمة زيلنسكي اللي تكلم فيها عن هزيمة محتملة ومرتقبة للقوات الأوكرانية ضد القوات الروسية في معركة باخمت مش نكملوا لحتيث في مسجدات الحرب الروسية الأوكرانية أما قبل مش نعملوا تكسيرة معاملة في آخر اليوم بعد اللي صار في تونس من جدل حول تهجير أو تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة وبعد ما تنصبت البلاتويت في برشا بلايس في برشا وسيء الأعلام تكتبت العنوين في العديد من الجرائد العالمية ونجم نقول وردونا بلاد عن سوريا وما تتقربش أحنا بش نحكيه في الموضوع في بطاقة جرينيتش ما تكلمناش فيه السجيع لخطر أكتواليتي لوكال وجماعة في البرامج الأخرين يكفيوا ويوافيوا اليوم زادة ما ناش بش نتكلموا على تونس بش نتكلموا على ملف الهجرة ملف اللجوء مش نحكيه على بريطانيا وسياستها سياستها وإجراءاتها الجديدة مع المهاجرين أسمعوا مليح الحكومة البريطانية المحافظة تسعى بكل قوتها للحد من تدفق المهاجرين للبلاد وفي آخر مصدر باشتمر القانون يخالف حتى التشريعات الدولية ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني اللي هو أساسا من أصل هندي قاعدين نشوفوا في تصويرته على الباش فيسبوك راديو يافيم وشان يوتيوب يافيم تيفي ريشي سوناك مع وزيرة الداخلية وحضروا قانون يحط حد أقصى لعدد اللاجئين اللي مسموح باستقبلهم سنويا عدد أقصى لالاجئين اللي مسموح باستقبلهم سنويا بمعنى يعطي لنفسه القدرة والشرعية القانونية إنه مثلا يقول لنا مش نستقبل جودينا بورتوكوار مش نستقبل عشر ألاف لاجئ في ألفين وثلاثة وعشرين يجيه هو عنده تسعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعين لاجئ في البلاد جاء وهزوز من ناس على بط ولاجئين هاربين من حرب مثلا يدخل واحد وثاني نجم يطيشوا في البحر يقولوا لا إراني وصلت لليمية متاعي والقانون متاعي لا يسمح لي أني ندخلك أبقى مريض أبقى جعان أبقى عدشين موت في البحر ما يقلقنيش هذي القانون اللي خرجوه في بريطانيا ماذا يعني؟ مش هذك هؤلاء القانون الجديد يوفر صلاحيات تسمح بالإحتجاز الجماعي الإحتجاز الجماعي لعشرات ألاف المهاجرين قبل ترحيلها هذي ما كملتش القانون الجديد يقيد حق طالب اللجوء في التعن في قرار الترحيل معناها نصدر فيك قرار ترحيل وما تحلش فهمك ما تتعترضش على القانون وممنوع عليك زيدا ترجع لبريطانيا في المستقبل مدى الحياة باه تمام مستمعين قعدتم مركزين مع حكاية احتجاز جماعي لألاف المهاجرين سؤالة تطرحوا فيه وين بش يحتجزوها ها بش نجاوبكم وزارة الداخلية البريطانية بش تستخدم زوز قواعد عسكرية زوز قواعد عسكرية قديمة بش تحتجز فيها ألاف المهاجرين قبل ما ترحلهم البلدان المعارضين في بريطانيا وصفوا القانون هذا بأنه غير أخلاقي وغير دستوري وبشتطع فيه المحكمة العليا وقالوا خاصة أنه قانون يحشم بما أنه يتناقذ مع حقوق الإنسان ومع التشريعات الدولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت أنه هذا انتهاك واضح لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 فمن حق كل شخص اللجوء هربا من الاضطهاد إلى بلد آخر احنا كنا تكلمنا قبل هنا في بتوقيت جرنيتش على المعاملة السيئة جدا بتاع بريطانيا للاجئين والمهاجرين وحكينا على معسكرات اللجوء اللي منتشر فيها المرض والأوساخ واللي تهز الدوب الوطري بالمتعة طاقت الاستيعاب متاعها وكيفاش البريطانيين يلموا اللاجئين في وضعية يرثى لها الأيامات طويلة ومن بعد مين با يداويوهم مين با يشوفوا الدوسيات بتاعهم يرحلوهم البولدين والسؤال تو شبيه ساحبنا البنك العالمي ما تقلقش مثلا من اللي تعمل فيه بريطانيا مع المهاجرين وطالبي اللجوء اخي احنا القصير تعادل لبعد مش نرجع للموضوع متاع الحرب الروسية الاوكرانية دوك مش نرجع بيكم اشهرة التالي سبتمبر الفين واثنين وعشرين والحكاية هنا اللي تريز انتريسانت فيها برشة تفاصيل دوك قوي وشوية في الصوت وتابعوا معي مليح السيرورة متاع الاحداث سبتمبر الفين واثنين وعشرين ثلاثة تفجيرات في خطوط انابيب نورد ستريم واحدة من اهم الخطوط اللي تنقل الغاز الروسي لاوروبا واللي تتعدى من بحر البلتيق تفجير كان مختر على البشرية الكل وكاد يتسبب في كارثة وعطل فعلا امدادات الغاز الروسي وقتها الامريكين والاوكرانيين وكبار دول الناتو اتهموا روسيا باللعب بالنار الدنمارك والسويد وبولندا وغيرهم من البلدين اللي اتذرت مباشرة اللي عندها حدود مياه اقليمية مع خط الانبيب هذية تهجموا على روسيا في مواقفهم وتم تصوير بوتين كمجرم حرب فجر الانبيب المليانة بالغاز بش يهدد السلم والامن والامان وحتى حياة البشرية روسيا قلت لهم راهوا الانبيب متاعيين وين اللي يندخل منها في الفلوس كيفاش بش نفجره ومن بعد قلت لهم تعرفوش كيفاش انا عندي ما يثبت اللي المنطقة هذيكا فيها تواجد كبير ومسيطر عليها المخابرات الامريكانية نحكي على المنطقة اللي في البحر اللي صارت فيها تفجيرات ومن الاخر اذا يا روسيا قلت لهم من الاخر انتم اللي عملتوها بش كيل عادة تلقاوا تيعلة تسبوني بيها في العالم في الاعلام الكل في الاعلام العالمي الكل وتنفذوا علي العقوبات اوكرانيا وزيلنسكي خاصة وقتها كبش في الحكاية طبعا لقا كما نقولوا احنا لحمة هبرة بش يمشمشها توجه للعالم الكل بخطابات يقول راهوا بوتين مجرم فجر انابيب الغاز بش يهدد الامن والامان وحياة البشرية اصلا ردوا بالكم منو وعاونوني عليها ايش تطلع الحكاية يا سيدك نيويورك تايمز الامريكانية الامريكان بيده نيويورك تايمز الامريكانية قالوا انو مسؤولين امريكيين كبار تحتوا على لسانهم وقالوا اكدوا خبر انو مهاجمي خط الانبيب بتاع نورد سريم كانوا مواطنيين اوكرانيين او روس او الاثنين مع بعضها تقول لي كيفاش اوكرانيين وروس مع بعضها انقول لك الرويسة ضد بوتين تو سمبل ما ونجم يكونوا اوكرانيين فقط نيويورك تايمز ما وضحتش المعلومات حسب نيويورك تايمز تقول لي واشنطن بعد ما راجعت معلومات استخباراتية جديدة اكتشفت المجموعة موالية لاوكرانيا نفذت الهجوم على خطوط الانبيب اما يقولوا اللي ما عندهمش دليل على تورط الرئيس الاوكرانيا وكبار مساعديه في العملية وما عندهمش دليل انو اللي نفذوا كانوا يتصرفوا بتوجيه وبأوامر من اي مسؤول حكومي في اوكرانيا لما نرجع الموضوع نحكيه على مجموعة حسب نيويورك تايمز موالية لاوكرانيا هي اللي نفذت الهجوم على خطوط الانبيب بمعنى حسب نيويورك تايمز ما جيتهمش توجيهات من زيلنسكي وحدهم اختروا لهم باش يفجروا واحد من اهم واخطر انبيب الغاز في العالم بحيث الحكاية تصدق ولا ما تصدقش عندكم تومى الانتربريتاسيون عندكم تومى الايجابة كل واحد يخل معلومة كيف ما يحب البيت الابيض ما عجبتوش الحكاية هذية اللي خرجت على صفحات نيويورك تايمز قال نستنيو ما نستبقوش الاحداث تو نعملو رأي نهائي وقت اللي تكمل التحقيقات متاع الحلفاء الاوروبيين انجيو دوق الحلفاء الاوروبيين جريدة ديتزايت ان شاء الله نقول فيها بصحيح بالالمان هي ديتزايت هكا تقال ديتزايت 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 اوكي شكرا سيد المخرج جريدة ديتزايت ورات في تحقيق خاص مع القناة الالمانية الاولى اللي اسمعوا مليح وهنا مش ندخلوا في الجواب تعرفت له الجين محققين المان القاو القارب البطو اللي تم استخدمه لتفخيخ خط انابيب نوردستريم داك نعود المعلومة محققين المان القاو القاو اللي بطو اللي تم استخدمه لتفخيخ خط انابيب نوردستريم باه شنو اكتشفوا سيدك اكتشفوا اللي القارب كريوه زوز اشخاص اوكرانيين من شركة مقرها في بولندا زادوا بحثوا شوية القاو اللي التحقيقات ورات اللي العملية تم تنفيذها من قبل ستة اشخاص خمسة رجال وامرة قائد سفينة زوز غطاصين دوز اسيستان وطبيب قائد سفينة زوز غطاصين دوز اسيستان وطبيب الستة من الناس هذوما نقلوا المتفجرات على الباخرة اللي كريوها هذي البطو ابحر نهار ستة سبتمبر من ميناء رستوك الالماني ومن بعد كيف رجعوا البطو وهناي التفصيلة الأهم ما نظفوهوش كيما يلزم والبوليس سينتيفيك لقات أثار متع متفجرات في وسط البطو ومن هناي اتحل الدوسي مخابرات غربية ما تمش التصريح على جنسيتها بلغت الأوروبيين اللي فريق ملكوموندوس الأوكران هو المسؤول على عملية التفجير حتى التوى مفهمة حتى تأكيد من حتى حد الأوكرانيين كيف خرج الأخبار طبعا ننفعوا أي علاقة لهم بالتفجير وبالمجموعة اللي نفذت وعلى كل حال حتى كان الأمريكين ولا الأوروبيين بش يكتشفوا طورة الحكومة الأوكرانية في الحادثة ديما همش بش يفضحوهم أما الإخبار توى في زمن لريزو سوسيو وغيرو عندو تأثير كيف يبدأ مؤكد ولا مش مؤكد واللي صار بش يكون له أكيد تأثير كبير على حجم التعاطف متاع الشعوب كسوسوى في أوروبا ولا في أمريكا مع زيلنسكيا ومع الحرب من أصله أما الحقيقة فنحلموا كين نظنوانو بش نعرفوها كاملة في القريب العجل خمسين سنة أخرين ممكن فيل ما فيل ما الحرب ومسلسل الحرب مازال متواصل ويبدو أنه مش يتواصل لسنوات عدة إن شاء الله إن شاء الله نلقاوا الحل في أقرب وقت بيرس عليكم اللي تابعتونا من ستة متاع صباحنا هكذا نكون وصلنا لآخر موعدنا في بتوقيت جرينيت شكرا للفريق الكل عندكم موعدة ومع الميتيو والأخبار وبورهين بسايس يجيكم مع كامل فريق في اميسون انبوسيبل نهاركم زين وتحياتي بعد شوية إشيكم برهين بسايس في اميسون انبوسيبل